بسم الرحمن الرحيم ان شفاء الله هنكمل الشابتر انا بس كان عندي هو مش مشكلة خالص يعني ما كانش فيه اي حاجة في اللي احنا شغالين وده كان فيه اي مشكلة آه هقول لكم الفكرة ايه? الفكرة نلانا كان عندي ان ان الادمين مفتوح فكل اما كنت افتح كان شايف ان الادمين ده في كل اللي ان اعملت بس الى انا جيت على الادمين ده عملت له يعني كان الادمين ده Till often connected كده فكل اللي انا عملت بس اذا انا جيت هنا على الادمين ده عملت لهconnectيقط تعم يعني جيت ريت تريد יו على الادمين وعملت ما عملتش حاجة اكتر من كده طبعا على كده الوثالبتاني. انا هامل بروسيدور. اسميه تست. والبروسيدور الاسمه تست ده هو في عملية اللي احنا شايفينها دلوقتي. اه محتاجة اوضتها اعتبر انه بيحصل نتائجة عندي غلط في عملية الطباعة واليكنت. او حتى بجملة الفول لوب حطيت اتنين اتنين زي ما هم شايفين. عايز اوضت اه متغير الاي. اه الو بتاعته كام? والطباعة بتاعته كام? عايز اعرف فيه تناسق بينهم واللاقة. تعم? وامشي كده اوضت الكود بتاعي. عشان اعمل الخطوات دي. اول خطوة بعملها بقول له. وبعد كده باجي هنا هاقول له اعمل لي عملية الدباقة. هاقول له اوكي. اول خطوة هاعملها هبتجي هنا. اشوف ال 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 ما يعني ممكن ادخل هنا هو اقول له والله الفاليو بتاعة الاويل اعدل حقلي على فاليو معينة بدل ما هي بنقول لحط لي واحد واشتغل عليها تعم? بس ده مش الاستغلامة الرئيسية فيها دايما بشوف بها الديتا. بس الاسمارة الديتا قدر اعدل فيها باليو بتاعت متغير ما والديتا هنا ابتدي اشوف الديتا بتاعتي. تعم? طبعا الديتا هنا ممكن يعني تبقى فعالة قوي لو انت بتعمل جملة سليكتف كورسر فاو وهو بيفيتش داتا فعيسي بفيت داتا. هو كان جاب القسم رقم كام والإقدار رقم كام وعجزه. بس في المثال اللي احنا اشتغلني عليه هو مجرد متغير. المتغير ده اردي في ارقام من واحد لخمسة. فعلا كده نقضيت الموضوع خطوة بخطوة. انا عملت البريد بوينت وعملت فعلا الكمفايل. هبتدي نشهد كده نشوف شريط الادوات اللي موجود. اول حاجة هنا عندي الترمينات. الترمينات ده بيوقف خالص بيترمينات الديبوغ بيطلعني برا الديبوغ بالكامل. اه find execution point بينزلني الexecution point اللي انا واقف عليه حاليا اللي انا مفروض شوف الريزورت بتاعتها اول play point يعني. اه طبعا هنا عشان اللي يكون بتاعي ده مفروش اي بوغ. فمديني علامة الخضراء دي لو كان فيه هو combined error واللحية كان هديني علامة لهم حمر على البروستير. طبعا عندي حاجة اسمها step over و step into. الاتنين بنفس المعنى حاليا. يعني الاتنين حاليا عشان. ده هو بروسيديور واحد مش بيكون حاجة جواه. يعني ايه مش بيكون حاجة جواه. يعني انا ممكن يكون عندي بروسيديور بيكون فانشن. فساعتها المعنى بتاع الاتنين هيختلف. الstep over في الحالة دي لو انا ضغطت عليها. لو انا بروسيديور بيكون فانشن. هيجنور هيطلع يعني هيعدي الفانشن الداخلية ويرجع للبروستير الاساسي. يعني هيتعامل يعني هيستيبق و هيعدي الكول بتاعة الفانشن دي اعتبر السطر ده مثلا بيكون فانشن تانية. طعم. هيجنور الفانشن دي ويسكيبها ويروح يرجع تاني للبروستير. طعم. طيب. في الكيس اللي انا بستخدمها دي الامثل بالنسبة لي هيكون ايه؟ الاتنين واحدة. طعم. بس انا لو عايز حاليا امشي بقى بالترتيبة منطقة سواء فيه فعلا بروسيديور وما فيش بروسيديور بيعمل له كل وكلام ده كله. هستخدم دايما step انت. وستيبق انت هيمشي لي line by line او على كل break point موجود عندي. هامشي هنا اول break point. اشوف فيها ال data. بيقول لي والله تمام. انا كده كنت واقف اول break point وروحت التاني اه لللاين التاني. كانت الاي هنا بواحد وعمل لها عملية طبعة. طيب. هعمل step into مرة تانية. يرجع لللوب. تعم? الاي لسه لازالت بواحد. تزيد بواحد تاني. لما يعمل عملية الطبعة هتبقى الاي باثنين. كل لوبة زي ما احنا شايفين كده. تعم? بتبتدي. تلاتة. لحد ما يخلص ايه? كل اللوبس بتاعته. طلعني ان الاي بخمسة. طب عندي هنا حاجة اسمها step out. step out بيروح لنهاية يعني بيروح للاند لوبة على طول. يعني مفروض كل ما هعمل step into. هيمشي line by line. لحد ما يخلص الخمس تقرارات ويروح لي على الاند لوب. step out هنا. تعم? هيروح للاند لوبة على طول. ويطلع لي كل الريزورت اللي موجود قدامنا بيه زي ما احنا شايفين. اللي هي من واحد لخمسة. اوكي? طيب. دي كده اللي هي step over والstep out. الstep out زي ما احنا شايفين كده طلعنا برا خالص. يعني انها البروست بالكامل وتنضع لي الايه اللي انا قريدي حاليا اه على ال value رقم خمس. يعني نرجع من الاول مرة تاني. طيب. دي كده فكرة الايه الstep out. عندي هنا حاجة اسمها اه step to end method. تعالا كده نشوفها تاني مع بعض اللي انا بنساهم للأسف. في بعض الشرائط الادار بنساهم. تعالا كده نشوف step in the method. goes to the last statement of the current sub program. بيروح لاخر statement في ال sub program ده. تعالا كده. step to end method. اه بيقول لي والله انت حاليا قد توقف على ثلاثة. اخر حاجة هتكون في التست ده هتكون ال value اللي هي رقم خمسة. فبيقول لي اخر كيس عندك في ال sub program ده. انه هي قريدي هتكون ال value رقم خمسة. step to end. آآ resume آآ resume دي بتعمل عملية آآ يعني stop. بس ما بتخرجش بره. يعني resume بيقول لي continue to execution. تعم? بتعمل زي stop بس ما بتخرجش. تعم? لا بتعمل continue execution. مش ما تعمل stop خاص. تعالا كده نقول له continue resume. رجعني مرة تانية هنا لل four i. كنت قريدي انا آآ 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 آخر حاجة لو لما قلت له طلعني الاخر value وعداني على طول وانا كنت في رقم ثلاثة وعداني لرقم خمسة. يعني تعالا كده نقول له تاني. step to end method. قال لي ان النهاية بتاعتك كانت رقم خمسة. لما قلت له لا resume continue execution ما تطلعش بره. فرجعني هيكمل بقية cycle. تعالوا بص كده لما اقول له هنا يلا. هيقول لك هنا آآ 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 لما تروح لل data. او ال smart data. اتنين. continue execution بتاعت اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. لحد ما يخلص الايه? continue execution. تعم? دي آآ آآ ريزيون. عندي آآ آآ suspend all break point. دي بيوقف فيها ال break point اللي انت أخذتها ينبص. كده عمل آآ آآ زي deny كده لل uh لل break point اللي انا عمل. لو ضغطت عليها مرة طانية رجاحها زي ما جاد. او كي? يعني عايز اقول ان ان هم آآ اغلب الادوات اللي انت بتستخدمها اللي هي already step over لو انت عندك من procedure to procedure. او step انتو عشان تمشي line by line زي ما احنا شايفينها. اكي? طبعا ترمينيت ديها ترمينيت بيها الدنيا بالكامل وهوقف بيها آآ آآ ال debugger بالكدر. ده الكود اللي انا كنت عمله اللي هو اسمه تست تعال كده نعمل له عملية execute ونشوف نتاجته اقول له هنا execute مش execute immediate execute بس طبعا اقدر استخدم الاختصارات اقول له هنا execute واقول له اسم الprocedure test وتعال كده رانو راني لي في الفعل الprocedure وطلع لي الارقام من واحد لخمسة زي ما احنا شايفينه طيب ده كده الشابتر البسيط الخاص بالdebug طبعا معلش ال error اللي حصل معي في الفيديو الاولاني ان اوضحت لكم سببه ايه يعني ما فيش عندي كده ان شاء الله او كده اي errors تاني ولا اي مشاكل والشابتر انتهى كده الفيديو انتهى سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر